للغير والننيمة أحسنت هذا السؤال مهم بإذن الله تعالى نفصل الجواب عليه بارك الله فيك محمد الله يحفظك طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ويقول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له مصيامه إلا الجوع والعطش فهي لا تبطل صومه أقصد لا تفطره ليس كما لو أنه أكل أو شرب أو وقع في شيء من المفطرات إنما هي تنقص أجره كثيرا وتقدح في صومه ويصبح صومه ليس سليما كصوم غيره ممن تجنبوا مثل هذه الأمور